المتحدة للخدمات الإعلامية تقدم التحدي شهادات بعيون الآخرين في الثالث من يوليو عام 2013 كانت بصلة الأحداث المصرية تتحرك في كافة الاتجاهات كانت قلوب المصريين كلها تدق بنفس الإيقاع الذي يتأرجح بين الأمل والقلق وكانت عقولهم تفكر في نفس الاتجاه الحالم بمستقبل جديد للوطن في تلك اللحظة الفاصلة في تاريخ مصر وفي تمام الساعة التاسعة كانت مصر على موعد مع لحظة غيرت مجرى التاريخ تعطيل العمل بالدستور بشكل مصر وأدي رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين أمام الجمية العامة للمحكمة إجراء انتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية ولحين انتخاب رئيسا جديد وسط مشاعر الفرح التي سيطرت على المصريين كانت هناك الكثير من التساؤلات العالمية حول الرجل الذي اتفقت عليه جموع الشعب المصري الرئيس عبدالفتاح السيسي التحدي شهادات بعيون الآخرين في أعقاب ثورة يونيو عام 2013 سعى الكثيرون لمحاولة التعرف بشكل أكبر على الرجل الذي وصفته الصحافة العالمية برجل الأقدار نحن تلمين لأن يدى تحدث للتحديد من المنزل وفوالي من نحن من الناس ونحن تحديد حتى نحن من أعداد للجميع لأنهم الأداء لذلك كانوا تحديث بيقصين من اليوم الذين ارغبت الانتقال إلى المصري يفيد تعيش أن السيسي لديه قرارة ومهدكم نحن مكين سيسي flush وره وطاقا لم تنتظر وسائل الإعلام العالمية والتحليلات الدولية الكثيرة من الوقت وبدأت في البحث حول أصول القائد المصري ولد السيسي بحي الجمالية في 19 نوفمبر عام 1954 في عائلة اتسمت بالمحافظة والتدين التحق بالكلية الحربية المصرية وبعد تخرجه تولى مناصب قيادية مختلفة في القوات المسلحة المصرية وفي عام 1987 حصل على ماجستير العلوم العسكرية ثم زمالة كلية الحرب العليا من أكاديمية ناصر العسكرية عام 2003 وفي الخارج حصل الرئيس السيسي على ماجستير العلوم العسكرية من كلية القيادة والأركان البريطانية عام 1992 وفي ظل مشوار عسكري متعدد المحطات حصل على زمالة كلية الحرب العليا الأمريكية عام 2006 شغل العديد من المناصب قبل أن يستقر في منصب مدير المخابرات العسكرية وفي الثاني عشر من أغسطس عام 2012 شغل منصب القائد العام ووزير الدفاع والإنتاج الحربية وخلال تلك الفترة كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي عن أن ولاءه الأول والأخير هو لمصر ولشعب مصر احنا الدم اللي بيجري في عرقنا يا ابني بيحب بلده بيحب مصر الدم اللي بيجري في عرقنا دي بيحب مصر وشعبه مصر بس فيش حاجة تانية انا بقول لكل الناس واقسم الله على ذلك الدم اللي بيجري في عرقنا دي لمصر وأهل مصر بس عقب ثورة الثلاثين من يونيو عام 2013 التفتت أنظار العالم إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي نجح في تخليص مصر من قبضة الجماعة الإرهابية ولن نوافق أو نسمح بدخول مصر في نفق مزلم من الصراع أو القتال الداخلي أو الحرب الأهلي أو الفتنة الطائفية أرجو أن نحن كلنا نحمل وصف البعض الرئيس عبد الفتاح السيسي في تلك اللحظة بأنه بطل الاستقرار ليس في مصر فقط بل في العالم العربي فقط ما قلت قلت عن الرئيس السيسي الذي أعتقد أنه أحد من المملكة المملكة في هذا المكان من المملكة المملكة في مصر وإنما يدافعون عن بلداننا كلها ولذلك قدر الله في مصر رجلا من أبنائها مؤمنا بانتمائه لذلك البلد وحاول البعض الربط بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وبين رؤساء مصر السابقين سيسي هو مكتابي كم مكتابي كم لأيته رامسس 2 جنرال عبد الفتاح السيسي إليه كم مكتابي كم مكتابي لتعرفة الإجابة من المملكة 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 حتى أن بعض المعارضين لهذه المرحلة اعترفوا بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحظى بشعبية لا مثيلة لها داخل مصر جنرال عبد الفتاح السيسي من أحد من جميلات الأمسية المتحدة جميلة المملكة المملكة الم temps جنرال السيسي مع مناهة النظام مسؤول ونظرح أعتقد أن هذا هو النظام وهذا هو هو الإجابة الذي يجمع مملكة المدينة في المدينة آخر إليه للفتاح السيسي أعطي على الآخر أود أن أحافز مخلصا على نظام قموري وأتماد بالحرق إذا أرأى يملك ومع انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي في مايو عام 2014 لقيادة البلاد بدأت التحليلات تشكك في إمكانية إنقاذ مصر بعد سنوات من عدم الاستقرار كانت الأسئلة في محلها ولكن لم تكن الشكوك كذلك ورث الرئيس السيسي دولة على شفال انهيار واقتصادا في أزمة ومجتمعا محبط يعاني من انعدام الامن العام وعدم الاستقرار السياسي The political fighting of the last two years has left the country economically adrift at a time when it desperately needs leadership to address its pressing economic challenges. Tourism, one of the country's primary sources of foreign exchange, has suffered considerably during the past two years. Foreign exchange reserves have fallen from over 40 billion dollars at the time of the revolution to less than 15 billion dollars today. The Egyptian pound has lost nearly 20% of its value and the country faces rising unemployment and energy and food shortages. في تلك الأثناء لم يعتقد الكثيرون أن مصر قادرة على التغلب على هذه المحنة وتحقيق النهضة الشاملة كما فعلت. داخلياً عمل الرئيس السيسي على التغلب على العديد من التحديات الاقتصادية والأمنية وعمل على إصلاح الاقتصاد كخطوة البداية من أجل استرجاع الاستقرار وإعادة بناء الدولة. الحكاية كبيرة جداً وليس حتتحالها إلا بإرادة المصريين والعمل 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 والصبر. So in the summer of 2013, the people of Egypt again took to the streets to protest the barely year old government setting in motion the rise of the well-known military commander general al-Sisi. After another year of transition and interim government, the country held its second presidential election in two years electing the long-respected general. For many, the election of President Sisi represented a return to normalcy. The Sisi government seemed to understand the need to return economic investment to Egypt and to strengthen the country's regional ties. تبنت مصر برامج اقتصادية طويلة الأجل توفر إصلاحات هيكالية حاسمة لمعالجة المشاكل الجذرية للاقتصاد. كما بدأت مصر في السنوات القليلة الماضية سلسلة من المشاريع الوطنية العملاقة بما في ذلك الإسكان والبنية التحتية والنقل والطاقة. وتوالت المشاريع القومية الضخمة. افتتح الرئيس قناة السويس الجديدة. تم تنفيذ خطة شاملة لتطوير الطرق والسكة الحديدية ووضع الموانئ المصرية على الخريطة العالمية. وأطلقت الدولة ما يقرب من ألف مشروع لتحقيق العدالة الاجتماعية وسكن كريم لجميع فئات المجتمع. بدأت مصر في إنشاء المدن الجديدة الذكية. كما تم تنفيذ عدد من المشروعات الصناعية بإجمالي استثمارات بلغت قيمتها عشرات المليارات. وأطلقت الدولة مشروعاً لإحياء الريف المصري. المليون ونصف المليون فدان. ونجحت مصر في إنهاء مشروعات بتكلفة قدرت بثلاثين مليار جنيه لحماية أمن مصر المائي. كما تم إنشاء أكثر من ثلاثة آلاف مدرسة وإطلاق منظومة شاملة لإصلاح التعليم. وتوسيع قاعدة مظلة الحماية الاجتماعية مع خمسة وثمانين ونصف مليار جنيه كاستثمارات في هذا القطاع. وتنفيذ المئات من المشاريع وإطلاق المبادرات من ضمنها تنفيذ مبادرة ميت مليون صحة. وتم إنجاز ثمانين وعشرين محطة طاقة كهربائية لزيادة القدرة الكهربائية بأكثر من خمسة وعشرين ألف ميجاوات. وشهد قطاع الطاقة طفرة واسعة مع افتتاح مشروع ظهر العملاق للغاز وإطلاق العديد من عمليات التنقيب. وعلى النقيد من الشكوك التي كانت تحيط بمستقبل مصر. بدأت الشهادات الدولية في التدفق حول نجاح القيادة المصرية. نظر أن الكثير من رغمناها هي المهمة التي تحيط فيها الواجتماعية والميجاية في الأمدر الحق قد يتحدث في المدى المستقبل. ونفعنا نجاح المهمة التي تحيط فيها لذلك من المهمة في تحيط المناطق والاستوارات والاستوارات الواجتماعية. سيسي قد نجاح المهمة في إمكارات الإمامية وقد نرى صورة جزائية جوانية يمتلك تنقل بشكل مدرسيح في العديد بشكل مستدرات في المنزل يوجد نظام أن التعيش فيها المعارض حتى 2008 ويجبت يمكن أن يكون لديه مستدرات في المنزل هذا العام ويجبت بدأت تحديد ستصبح عبارات المنزل المنزل نحن نرى المفترضات للتعيش أنا أعتقد أنه بالتعيش في هذه المنزل المنزل هنا في إيجابة هناك مرحلة جيدة في هذه المرة أن الناس ستأخذ المساعدة الأخرى أنا أرى أن الرئيس السيسي هذا يعني أكتر شيء يركز عليه وهذا الشيء بالتطوير اليوم أنا بس ما أجي على مصر غير ما كنت أجي من سنتين ولا ثلاثة وهذا الشيء يرفع الراشب وتحت عنوان الرئيس السيسي يضع مصر على قدميها كتب مركز N-E-S-A وهو المركز الإقليمي لوزارة الدفاع الأمريكية والذي يركز على تعزيز التعاون الأمني بين الولايات المتحدة ومنطقة الشرق الأدنى وجنوب آسيا كتب يحافظ الاقتصاد المصري على نمو اقتصادي إيجابي على الرغم من وباء كوفيد تسعة عشر وتركز رؤية التنمية الاقتصادية في مصر ليس فقط على النمو الاقتصادي ولكن أجضا على العدالة الاجتماعية وحماية المواطنين الأكثر حرمانة في سبع المواطنين النمو المنو لكيت يومي في المنزل الأمريكية المنزل الأمريكية المنزل والإسترنت الأمريكية والإعادة الدرس بين الأربعاء. كما يحتاج الكثير بإمكان الإنترس إلى الإتماعات السياة grown cunnit. والعالج الحربية وهذه المحلية تحت جدا. يكن لديه المجدد الأنفسية قائم بالنسبة الله قادم بالجميع. President Abdel Fattah el-Sisi. Excellencies, ladies and gentlemen It is a privilege to join the launch of Egypt's 2021 Human Development Report or as we call it HDR Egypt is notable for being amongst the earliest adopters of the human development concept It is a concept that is centered on expanding the richness of human life rather than simply the richness of the economy in which human beings live وقد أشار تقرير التنمية البشرية في مصر عام 2021 أن مصر تقدمت نحو الإصلاح الشامل وأعطت الأولوية للنهوض بالاقتصاد كمحرك رئيسي للتنمية وضعت المصريين في قلب عملية التنمية في نفس الوقت أدى ذلك إلى الحفاظ على مكاسب التنمية لجميع المصريين خلال عقد شهد تغيرات مهمة في مصر وتميز بتحولات سياسية واجتماعية واقتصادية كبيرة اختار الرئيس السيسي مصر الإصلاح الاقتصادي لإنقاذ البلاد حتى ولو كان هذا الاختيار على حساب شعبيته لكنه كان دائما يراهن على صبر ووعي الشعب المصري الذي لم ولن يخذله يوما على صعيد الأمن نجح الرئيس السيسي في مواجهة الإرهاب واستعادة الاستقرار من جديد مصر بتواجه الإرهاب بالنواب عن المنطقة وعن العالم بالكامل وكانت الاستراتيجية الأمنية لمصر محل تقدير وثناء عبر الإسلامي المصر اختار الرئيس السيسي أ andertham ق致ه kettle having to run mad till and create that would be allied with terrorists in fact if president el cc and his efforts are defeated you could expect a collapse of resistance to this radical islamic terrorist movement that threatens the world any person who is in that position with the challenges that a أو تعالى بمشكلاته يدعى بمعنى التالي يجب أن يجب أن يستمي للجميع أن يجب أن يدعى بشكله المهمة أما المهمية المحادي إهتمامه لبعث أمي بإيجابة أمي بإيجابة إجابة الوضع من البلين أمي بإمكاني وإن تكون تعمل الحكومة الأمي بحديدا أفضل تغيير الحكوم الثاني ويعد قرار الرئيس الأخير بإلغاء مد حالة الطوارئ بمثابة أكبر دليل على أن مصر نجحت في استعادة الأمن وهو القرار الذي أثنى عليه العالم وعلى نحو متوازن لمواجهة الإرهاب تبنى الرئيس السيسي استراتيجية تدعو إلى التسامح الديني وعملت الدولة على تعزيز وتكريس قيم المواطنة سياسياً واجتماعياً وتشريعياً باعتبارها أحد أهم عوامل استقرار الدولة وأحد أعمدة الأمن القومي وخلال السنوات الماضية تجاوز عدد المساجد التي تم بناؤها خلال عهد الرئيس السيسي ألف ومائتي مسجد كما تم إحلال وتجديد ثمانية ألاف ومائة وثلاثة وثلاثين مسجد بتكلفة تعدت الستة مليارات جنيه كما شهد إنشاء وترميم الكنائس طفرة في الفترة من عام 2014 وحتى عام 2020 بعدما انتهت التعقيدات الإدارية التي استمرت عقوداً وتوجت هذه الجهود ببناء أكبر كنيسة وكاتدرائية في مصر والشرق الأوسط وذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة كاتدرائية ميلاد المسيح The building is a gift to the church from Egypt's President El-Sisi. He commissioned the construction of the cathedral in 2017 to be part of the new administrative capital outside of Cairo and he said he wanted the church, the new church, to be a message of peace and love to the world. ولا حتى للمنطقة. دا للعالم كله. رسالة سلام ورسالة محبة While I give full credit to President El-Sisi for his work to promote religious tolerance and support for Egyptian cops, I believe there's much more that can be done to ensure that the President's message trickles down and is implemented by his government's educational, cultural and provincial officials. I think what we've seen here is historic. I really think it's a game changer that a Sunni Arab Muslim president of the world's largest Arab country has built a church, the largest in the Middle East and given as a gift to the Christians of Egypt. We've never seen anything like it in all of history and I think President Sisi is sending a message not just to his own people, but to all Muslims, Muslims and Christians can live in unity and coexistence. That's an extraordinary development. وعلى الصعيد الإقليمي والدولي التزم الرئيس السيسي بإعادة تأكيد مكانة مصر. ونجحت مصر بالفعل في تأسيس علاقات أوثق وأكثر واقعية مع مختلف الفاعلين الإقليميين والعالميين. وفي هذا السياق كتب المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية في أكتوبر عام 2021 في ورقة بحثية عن عودة مصر القوية إلى المشهد الدولي. كتب مصر عادت. هذه هي الرسالة التي يرغب مسؤول السياسة الخارجية المصريين في إرسالها إلى نظرائهم في جميع أنحاء العالم. لقد دفعت الديناميكيات الإقليمية المتغيرة مصر إلى تبني سياسة خارجية أكثر نشاطاً. وبدأت حكومتها تشعر بمزيد من الثقة في الوطن، وتتولى أدواراً ومسؤوليات جديدة، وتستثمر في أشكال جديدة من التوافق الإقليمي. مارست مصر سياسة خارجية متوازنة ومسؤولة لمعالجة كل القضايا الإقليمية. وتبنى الرئيس السيسي استراتيجية عربية تستهدف في المقام الأول تحقيق الاستقرار في المنطقة والدفع بالعالم العربي نحو مزيد من التقدم والتنمية. العلاقة السعودية مصرية علاقة صلبة قوية في أعمق جذور العلاقات بين الدول لا تتأثر بأي شكل من الأشكال. قامت الرئيس العلاقات بين الإمارات ومصر عميقة وتاريخية. مصر كان لها موقعاً متميزاً في قلب المؤسس رحمه الله الشيخ زايد بن سلطان. كان يعدها قلب العالم العربي. وقد أثبتت السنوات الماضية مدى متانة العلاقات وقوتها وحصنتها في جانبها الشعبي. فشعب الإمارات ومصر يرتبطان بأواصر قوية من المحبة والأخوة. فخامت الأخ عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. لا وجود للأمة العربية بدون مصر. ولا يمكن لمصر أن تستغنى عن أمتها العربية. الأمن القومي لمصر هو أمننا وموقف مصر في أي محفل دولي سيكون موقفنا. وأقدم التحية لمصر الشقيقة ولفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على ما تحقق خلال فترة ترأس مصر للاتحاد الأفريقي. نجحت مصر في استعادة مكانتها في العالم العربي. ولم يقتصر الأمر فقط على المستوى السياسي والدبلوماسي. حيث ترددت أصداء الأصوات الداعمة للقيادة المصرية في الشارع العربي. وكذلك الدولية. عزيمة مصر ما تقبل دخيل إن جاه يذوب ذوبان الجلي. سيسي مصر على الهما يشيل وعلاها يشون بالرئيس السديل. كل اعترام للسيسي. ولكل أبناء شعبنا المصري الحبيب. كل التحيات للرئيس المصر عبد الفتاح السيسي. وإحنا من غزة كلنا فتا مصر وعيون أهل مصر. وإحنا إن شاء الله كل سابت مصريين مصريين مصريين. أقل أن أتعرف الآن من السيسي السيسي. سيكون أعتقد أنه يمكن أن يكون يتواجد من السيسي سيسي. وأن هذا يمكن أن تحديد من إمتداري. ومتداري الأشياء المصرية. ومن يتكلمونون على المترجمات إلى المترجمات بالمقاومة والمقاومة والعبادة إجبتية ومن ثم أفضل بشكل أفضل ومسرح أفضل من أمام المترجمات وتعالى الرئيس عبد الفتاح السيسي البطل الملهم وحكومة الرشيدة وشعب مصر العريق كل التحية والتقدير من غزة إلى الرئيس القائد البطل عبد الفتاح السيسي وتحركت مصر بقيادة الرئيس السيسي لإعادة بناء الدور المصري الريادي في القارة الإفريقية القارة الإفريقية هي قارة الفرص التي يمكن أن تكون قاطرة جديدة للاقتصاد العالمي فقد عملنا بحكم رئاساتنا للاتحاد الإفريقي وبالمشاركة مع أشقائنا على ترسيخ مبدأ الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية وحرصت الحكومة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تقوية علاقاتها بمختلف الدول الإفريقية بعد سنوات من التباعد والجمود لتستعيد مصر مكانتها كدولة الرائدة في محيطها القاري كانت القاهرة وجهة أساسية لكل الحركات الإفريقية الساعية من الاستقلال والتحرر الوطني من الاستعمار وكتبت مجلة فورين بوليسي الأمريكية أن في إطار تحديث نهج الولايات المتحدة مع القارة الإفريقية تحتاج إدارة الرئيس جو بايدن إلى تحديد الأولويات والمشاركة بنشاط مع العمالقة الإقليميين وعلى رأسهم مصر ولكن كلما يضيقون نفس على مصر يوسي الرحمن إلى مصر إنسان ليفتح الأفاق وأنا قول يوسي الإنسان إلى مصر ليفتح الأفاق وهو عبد الفتاح فتاح إفريقية تشكي أن أتقدم هذه الفرصة تشكي أن أصدق مشاعر الود والتقدير التي يقنها الشعب الجيبوتي له شخصيا ولبلده الشقيق شعبه الكريم وفي منطقة البحر المتوسط اتفقت مصر واليونان وقبرص في أكتوبر عام 2018 على إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط أتت هذه الخطوة لتؤكد على مكانة مصر في تلك المنطقة الاستراتيجية وحرص الرئيس السيسي على أن يكون شرق المتوسط مركزاً لإطلاق عمليات التنمية والتعاون الدولي المشترك وليس سبباً في إثارة التوترات والنزاعات الدولية في هذا السياق كتب سايمون هندرسون الزميل في برنامج الزمالة بيكر ومدير برنامج سياسات الخليج والطاقة بمعهد واشنطن كتب تحت حكم السيسي مصر هي اللاعب المهيمن في مجال الطاقة في شرق البحر المتوسط Έχει μεγάλη σημασία για την Ελλάδα και εμένα προσωπικά να επεδοχόμαστε σήμερα τον ιδέτη μας μεγάλης φίλης χώρας πιλώντας τα χαιρότητας την περιοχή μας και πραγματικής ιδέτηδας δύναμης μουσουλμανικού και του αραβικού κόσμου مصر تعد شريكا هاما للاتحاد الأوروبي وعاملا هاما للاستقرار في المنطقة وفي مجالات عدة مثل موضوع الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب وموضوع الهجرة يتحدث عن سعاداتي انني اقتماعات مرة اخرى مع الصديق العزيز سيد عبد الفتاح الاسيسي هرهنگی bir uluslararası ilişkilerde okuyan öğrenciye sorsanız Orta Doğu'da hangi devletler önemlidir diye daha birinci sınıf öğrencisi hatta lise öğrencisine sorsanız Mısır'ı söyler çok önemlidir على صعيد المشهد الدولي صنعت مصر تحالفات مع كبرى الدول وأكد الرئيس المصري على أن مصر لاعبا رئيسيا لا يمكن الاستغناء عنه مصر وألمانيا يربط بين هما تاريخ طويل وخاص ولقت طويل وخاصة وطلب مصر اليوم دورا هاما في كل المنطقة بطور 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 التحيال ومصر بطور 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 وهذا أبما we شكراً لكم جميعاً 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 بما في المدينة والمدينة 1.25 ملينة من الاندينة يستطيع أن ترى هنا إن هلف رئيسي من أهداف زيارات هذه لمصر هو مواصلة التخطيط مستقبل العلاقات بين البلدين مع فخامة رئيس عبد الفتح السيسي وتعميق التعاون العملي بين البلدين في كافة المجالات والارتقاء بهذه العلاقات إلى مستوى جديد ولا يزال العالم يتابع ويرصد إنجازاً لم يتوقعه أحد إنجازاً صنعه قائد وطني وشعب مخلص ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر